تلعب وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي دوراً كبيراً وبارزاً في التأثير على المواطن من خلال ترسيخ سياساتها ومفاهيمها لدى الجمهور وهي بذلك تؤثر في توجهاتهم وقناعاتهم التي تؤدي إلى تكوين رأي عام تجاه قضايا متعددة لذا بادرت جامعة أم البنين عليها السلام لإعداد المبلغات بعقد ندوة تثقيفية وتوعوية بكيفية صناعة الرأي العام بالتعاون مع قسم الشؤون الفكرية والثقافية التابع للعتبة العباسية المقدسة كانت هناك ورشة عقدناها حول صناعة الرأي العام وتأثير المواقع التواصل وتأثير الأخبار الزائفة في المجتمع وتعاطي معها ورشة توعوية احتضنتها قاعة جامعي وحسينية آل ياسين في الكاظمية المقدسة تضمنت شرحا مفصلا عن أهمية الرأي العام والدور الفاعل الذي يلعبه بالفردي وبالمجتمع طبعا نحن كمجتمع نسائي نحتاج إلى هذه المحاضرات النسوية خاصة كنساء لأنه أغلب نساء الآن حاليا مثلا هم يكونوا ربات بيوت فمحتاجين لتوعية محتاجين يعرفون دورهم الحقيقي يعني ضمن المجتمع احنا كنساء هو نحتاج بحياتنا هي جلسات جلسات ثقافة ووعي نحتاج بحياتنا اليومية بتربية أطفالنا نحتاج هسب هاي الأحداث الدصير كوعي ويعني هو رح نستفاد منعتها ونحن نشكر القائمين إن شاء الله على هاي الجلسات الدصير وضع الخطط المهمة للوصول إلى رأي سليم أبرز ما اتسمت به الندوة التي تعتبر من المواضيع المهمة ليس على مستوى العراق فحسب بل على مستوى العالم كونها تبين الطريق الأمثل لرقي المجتمعات ترجمة نانسي قنقر